موضوع هذا الدرس هو exporting and importing على سبيل المثال في هذا الفايل index.ts أنا أحتاج الperson class يعني الperson class عندي في person file إذا أريد أحصل على person class في index.ts يعني في ملف index لازم أعمل import لperson class وأيضاً لازم أعمل export لperson class في داخل person file يعني شنو؟ يعني قبل الاسم class أكتب export بهذه الطريقة من أكتب export أقدر أحصل على person في أي ملف آخر في هذا المشروع أجي في index أكتب هنا import أفتح curly braces from dot slash person يعني شنو هذا؟ يعني أريد الperson خلي أكتب هنا لاحظ الperson من ملف الperson كتب هنا dot slash dot slash يشير إلى نفس الdirectory يعني src directory وأكتب اسم الملف اسم الملف person ما أحتاج أكتب person dot ts الاسم يكفي وعندي هنا الperson أعمل نموذج جديد من هذا الكلاس person طبعاً لازم أكتب new person ويريد مني الفرس نيم واللاست نيم بهذه الطريقة نعمل import في type script طبعاً في person عندي كلاسات أخرى أيضاً أقدر أعمل export يعني أعمل export لstudent لteacher وأيضاً لemploy وفي أي مكان من هذا المشروع يعني في index ts أو ملف أخرى إذا أحتاج كلاس معين لازم أعمل import هنا أخلي كاما أقدر أعمل import للemployee والteacher والstudent هذا الشكل طبعاً ينطيني warning يقول لي أنت عملت import للemployee ولكن ما استخدمتها في هذا الملف هذا أوكي مو مشكلة إذا أجي في person class وأشيل الexport من الperson في index ts لاحظ ينطيني error لأن ما يعرف الperson بعد لازم نكتب الexport حتى نقدر نحصل على هذا الكلاس خارج هذا الملف وعلى سبيل المثال في هذا الملف عندي interface وأسميه teacher هنا رح ينطيني error عندنا تشابه بالأسامي عندي هنا interface اسمه teacher وعندي class سويت import اسمه teacher على مدحل هذه المشكلة أكتب teacher as mentor على سبيل المثال يعني في هذا الملف يعني في هذا الملف teacher أنا أكتب comment أكتب comment wild card import أكتب import all as p على سبيل المثال from person import import هذه العلامة as p from person يعني عملت import لكل الكلاسات من الperson file وكل الكلاسات حالياً موجودة في p فأكتب فأكتب هنا فأكتب هنا لاحظ p dot employee لاحظ عندي الemployee عندي الperson عندي الsteudent شوف أو p dot student أو p dot teacher يعني لو كان عندي كلاسات كثيرة في ملف واحد أقدر أعمل import بهذه الطريقة بدلاً من هذا جميل هنا في داخل السورس أسوي ملف جديد وأسمي student dot ts أعمل cut لـ student class هنا في الperson ctrl x وأخليه هنا في ملف student لاحظ ينطيني error لأن ما يعرف الperson لازم أعمل import لperson أمسح هذا الcomment وأكتب import from person شنو اللي أريد from person أريد الperson person عندي الperson هنا هسا لو أجي إلى index ts أسوي هذا uncomment شوف رح ينطيني error لأن ما يعرف الsteudent الsteudent بعد مو في person أمسح هذا عدنا شغلة أخرى اللي يسمى ب export default في file student عندي class واحد أقدر أعمل هذا export default لاحظ export default بدلا من export شنو الفرغ الفرغ في الimport يعني لو أجي في index ts أعمل comment لهذا وأيضا لهذا أعرفتوا الفكرة وأريد أعمل import لمن لsteudent أكتب import student لاحظ from student بعد بعد ما يحتاج أكتب هاوين في curly braces بهذه الطريقة طبعا رح ينطيني error ما يقبل لأن سويت export default الimport رح تختلف رح يكون بدون curly braces بهذه الطريقة وأقدر أكتب أي اسم هنا أقدر أكتب على سبيل المثال st بدلا من student عادي تشتغل شوف أكتب conost student يساوي new st فإذا عملت export بطريقة export default من أعمل import أقدر أخلي أي اسم أنا كتبة st هنا ولكن أنا رح أكتب student student وأمسح هذا لو كان عندي في ملف student variable آخر على سبيل المثال أكتب conost username من نوع string يساوي يوسف وأيضا أريد أعمل export لهذا الvariable بعد ما أقدر أعمل export default export default متاح في الملف مرة واحدة فقط أنا استخدمت export default لهذا الكلاص أقدر أعمل export اعتيادي يعني قبل الكنost هنا أكتب export أجي في index أخلي comma وأعمل import username وهذه الطريقة وأيضا هنا في student عملت export default تقدر ما تخلي export default هنا يمكن ما يعجبك هذا الكود قبل اسم الكلاص تقدر تمسح هذا و هنا في أسفل الكلاص تكتب يعني في أسفل الفايل تكتب export default وتكتب اسم الكلاص عادي جدا مفرع تقدر تخلي export default قبل الكلاس وتقدر تخلي هنا وحتى إذا تريد تعمل export لهذا ال variable وما تريد تخلي export قبل اسم variable عادي جدا تنزل هنا export هالمرة لازم تخلي في curly braces وتكتب username مفرع نفس الفكرة ولكن أنا برأيي هذا مرتب أكثر يعني كل export اللي عدك تخلي في أسفل الفايل كمالنا هذا الدرس شكرا لكم أشوفكم في الدرس القادم